موسيقى والله صعب إني أترك المفرق ليش؟ لأنه إحنا يعني تعودنا على المفرق وعلى عيشة المفرق وعلى السحرة اللي موجودة بالمفرق حبي المفرق يعني زي حبي للأردن نفس خلينا أحكي عبارة جلالة سيدنا لما قال الأردن أولاً وأنا أقول الأردن أولاً من المفرق ثاني موسيقى شح المياه في محافظة المفرق بشكل عام أكيد يعني هي من الأساس في عندنا شح في المياه ولكن مع الأزمة الأخوان السوريين أكيد راح يصير شح المياه في أكثر من أول لاحظنا أنه في تلوث بعض أبار الميصار الواحد يعني تقريباً يخاف من شغلة التلوثات بالمياه وعواقب هاي التلوث اللي راح يكون مردوده أكيد على المجتمع المفرقي بشكل خاص تقريباً كانت تجينا المياه في الأسبوع 24 ساعة 24 ساعة لا تكفي لتزويد البلد موسيقى احنا كجمعية بالبساعدة من منظمة ميرسيكور أعطونا قروض دوارة فقاعدين نحن نعمل دراسة للناس اللي بحاجة لأكثر الناس يعني بحاجة للمية نعطيهم قروض مساعدة يعني هو صاحب البيت يعمل البير واحنا نعطيه نسبة 1200 دينار مساهمة على أساس حصاد مائي من السطوح أنا عندي إبير هيوب جمعيتي محفور أصلاً يعني من تأسيس البيت وهذا البيت بيتي وعندي بالبيت الثاني خزان مي احتياط حتى نقدر نعبي ونمشي حالنا خلال فترة انقطاع المي يعني فأكيد رح نقطع إذا المي ما يجت مرتين ثلاث مرات بالأسبوع طبعاً في الصيف أكيد يعني مية الأمطار قاعدين نعملها حصاد مائي نجمعها بالخزان ومن ثم نستفيد منها بالصيف وبالأزمة نحن في الحقيقة من خلال زياراتنا وجدنا أن كثير من الناس يعتقدوا بأن الحل الأمثل والحل الأسرع لتوفير مياه شرب في محافظة المفرق هو عن طريق حفر آبار ارتوازية أو حفر آبار جوفية طبعاً نحن نحترم هذا الرأي ولكن باعتقادنا الشخصي بأن هذا الحل ليس هو الحل الأمثل أخذينا بعين الاعتبار بأن منسوب المياه الجوفية في كثير من الآبار في محافظة المفرق في نزول بسرعة كبيرة بالإضافة إلى احتمال وجود علاقة تردية بين انخفاض منسوب المياه في هذه الآبار وازدياد الملوك بدي يصير مشكلة حقيقة يعني إحنا قاعدين ناس عند الجال الصهريج للمشترة من من المتنفذين اللي عندهم آبار خاصة قاعدين يبعون الصهريج للمياه يبعونها قاعدين الشيء اللي بنعاني منه الآن هو الهبوط أيضاً في مصادر المياه ولذلك في العام الماضي قامت شركة مياه اليارموك أو سلطة المياه باستئجار عدة آبار من القطاع الخاص وفي الوقت الحالي بفصل الشتاء أيضاً تم استئجار بئر في منطقة السرحان لديمومة أو لإيصال المياه للأخوة ولا زال الضعف شديد بدنا إحنا حل جدري اللي هو شبكة حديثة تزود البلد كاملة بحيث أنه لما يفتحوها كل أهل الزعف بتشرم مرة واحدة إذا كان فيه إمكان أنه مد خطوط من أي جهة من الدول المجاورة حفر أبار ارتوازية وهي أسرع طريقة أتوقع للحل هي حفر أبار ارتوازية وتوفير موتورات عالية الضخ بحيث أنها توفر مي لأكبر قدر ممكن من السكان إحنا بناشد المنظمات العالمية للإطلاع على واقع المياه في الأردن أو في محافظة المفرق بالذات لأنه هي أكبر منطقة حاضنة للاجئين السوريين طبعاً فيه سلوكيات تخص ترشيد استخدامات المياه داخل المنزل وخارج المنزل وأيضاً فيه رأي المزرعات المنزلية فحقيقةً هذا مكان غائب في هذه الزيارة وإحنا نأمل عن طريق مشروعنا مشروع الباب أنه نزيد وعي المجتمعات في هذه المناطق بالنسبة لها لتوفير المياه وكذلك الطاقة لأن مشكلة المياه دائماً مربوطة بمشكلة الطاقة في المستقبل إذا زادت الأزمة في قلة المياه في محافظة المفرق هذا الحكي أكيد رايح يؤدي إلى هجرة بعض الناس أو ممكن أكون واحد من المهاجرين من مدينة لمدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر